لو قلت أهلا فأهلنا بيتقتلوا في فلسطين ولو قلت سهلا أقولك القتل بقى أسهل بكتير ده اللي بيحصل في فلسطين فلا أهل آمنين وإنما يرتقون شهداء ولا الوضع سهل فالقتل في فلسطين أسهل حتى من إن عينك ترمش ده اللي بيجرى العالم إما صامت وإما مشجع ومجموعة قليلة هم مصر والعرب هل الصامت شريك في الجرم؟ طبعا هل المشجع شريك في الجرم؟ هو شريك في الجرم وشريك في الوزر وفي يوم ما سيكون شريك في العقوبة وسيأتي هذا اليوم عاجلا آجلا هو جي جي إمتى العلم عند ربنا لكن اليوم ده جي جي الصامتين بيتفرجوا على هذه الهجمات الوحشية وصامتين الصامتين بيتفرجوا على قتل على قسف المستشفيات وصامتين قسف المنازل والبيوت والتكتلات المدنية صامتين أما المشجعين فبيقولك ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها دول الشركاء ما بين الصامتين والشركاء تكاد تكون شعرة لكن ما هي شعرة العدل؟ خالص هي شعرة بس تفرق ما بين من سيتلقى العقاب في يوم من الأيام وما بين من قد لا يتلقى إلا أنه الكل شريك بتقف مصر وبيقف العرب بصوت عال لا أعتقد أنه سمع من قبل بهذا الشكل على الإطلاق وده بيخليني هرجع أقولك الجملة اللي كنت بقولها لك مبارح مصر طول ما هي قوية العرب أقوية طول ما العرب شايفين أنه الزئير المصري يملأ كل العالم وأصداؤه تبدأ تذهب لتخلخل أحيانا عروش أو اهتزت هتلاقي أيضا العرب يزقرون البداية دايما مصر دايما مصر مصر دايما ما هيش بس قلب العروبة هي الدرع الحامل العروبة أو كما نسميها هي كنانة العروبة وكنانة الله في الأرض مصر هي السلاح البطار في وجه كل معتد غاشم آثم التاريخ بيقول كده